أيضا من ضمن مجهودات أو جهود الحكومة النهاردة دكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان استقبل السيدة فادية سعادة المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي والوفد المرافق لها لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة الاجتماع تم فيه مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة عايزين بس نقف عند التعاون ما بين وزارة الصحة والبنك الدولي هو تعاون مستمر من زمان من استراتيجية القضاء على أو مكافحة كورونا وعندنا القضاء على قوام الانتظار تدريب الأطقم الطبية فيه مشاريع كتيرة بتجتمع فيها مجهودات وزارة الصحة مع البنك الدولي والنهاردة كان الاهتمام بالاجتماع ده لأنه هو استعرض نتائج المشروعات اللي نفذتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي وتحديدا المشروعات الخاصة بمجهود أو جهود الترصد لمكافحة فيروس كورونا زي ما قلنا لحضراتكم وتدريب الأطقم الطبية وأيضا توفير المستلزمات الوقائية وقت الجائحة وده كمان غير المشروعات اللي بتدعم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في المحافظات والمشروع القائم لتطوير النظام الصحي في مصر من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية التعاون ما بين وزارة الصحة وما بين البنك الدولي لمشروعات الصحة في مصر تعاون قائم من زمان ومستمر والنهاردة كان تأكيد على دعم جهود المنظومة الصحية من خلال البنك الدولي في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء النازحين أيضا من الدول المجورة مصر لا تنسى أحد سواء مقيمين أو ضيوف الخدمة مقدمة للجميع